وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن صلاح الأبناء والبنات أمنية الآباء والأمهات فالله الله معاشر الآباء والأمهات بالحرص على إصلاح أبنائكم ومتابعتهم في الصغير والكبير ومتابعتهم في علاقاتهم وفي ما يسمعون ويقرؤون ويتابعون خصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة التي كثرت فيها أجهزة التواصل وما فيها من الفساد والإلحاد ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها الأب المبارك لا بد أن تتابع أبنائك في صغير الأمر وكبيره في حركاتهم وسكناتهم لا بد يا أم المباركة يا أيتها الأم الفاضلة أن تكون عينا مفتحة على بناتك لا بد أن تكون أنت أيها الأب وأنت أيها الأم قدوة لأبنائكم من أراد أن يصلح أبنائه وأبناته فعليه يبدأ بإصلاح نفسه فهم أنظارهم معقودة عليكم ما تفعلونه يفعلونه وما تتركونه يتركونه فالله الله ومن أراد صلاح أبنائه فعليه بإصلاح نفسه أولاً ثم هم يصلحون بإذن الله وكان أبوهما صالحاً هذه الآية في تنائي سورة الكهف نقرأها كل جمعة قال أهل التفسير الجد السابع لهم ولهذا يقول الله عز وجل في الأثر إني إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركة نهاية وإني إذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت ولعنت تملغ السابع من الولد فحذري يا أم المباركة احذر أيها الأبو الفاض من أن تقع في معصية الله فيكون الأثر على أبنائك ثم لديك سورة الكهف